بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يمتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد دائما مع سلسلة دروس مادة التربية مدنية لسنة الثالثة متوسط الفصل الثالث أو الميدان الثالث وصلنا مع بعض للوضعية التعليمية الثانية دائما مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية شفنا في الفيديو السابق تعريف المنظمة وشفنا أنواعها المنظمة الإقليمية والمنظمة الدولية الفيديو تعليم بإذن الله كما راكم تشوفوا عنوانه دور المنظمات الإقليمية والدولية دور المنظمات الإقليمية والدولية نشوف الوضعية المشكلة ونبدأوا على بركة الله بسم الله لاحظ أخوك الشعارين صفحة 85 سنروحوا للصفحة 85 من الكتاب المدرسي ونشوف الشعارين اللي فيهم أنا نعتذر ما عنديش هنا الكتاب قدامي قالك لاحظ أخوك الشعارين صفحة 85 فأراد التعرف على هاتين المنظمتين والدور الذي تقوم به فطلب منك التوضيح صفحة 78 والصفحة 93 عندنا التعليمة حدث أخاك عن هاتين المنظمتين حدث أخاك عن هاتين المنظمتين نشوف المنظمتين هما اليونيساف واليونيسكو الشعار اللي موجود في الصفحة 85 هو شعار منظمة اليونيساف وشعار منظمة اليونيسكو نروح نبدأه بأول شعار وهو شعار منظمة اليونيسف اسمها المنظمة العالمية لحماية الطفولة والأمومة المنظمة العالمية لحماية الطفولة والأمومة تأسيسها تأسست في 5 ديسمبر 1946 تأسست في 5 ديسمبر 1946 مقرها نيويورك أو الولايات المتحدة الأمريكية المقرها في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية منظمة اليونيسكو الشعار الثاني منظمة اليونيسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة هو كل حرف يشير إلى الكلمة الأولى من هذه الكلمات باللغة الأنجليزية تفهمنا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تأسيسها تأسست في 11 سبتمبر 1947 تأسست في 11 سبتمبر 1947 مقرها باريس في فرنسا مقرها باريس في فرنسا نشاطات هذه المنظمة والأثنين نشاطاتها تقدم هاتين المنظمتين نشاطات لفئة الأطفال بالدرجة الأولى حيث تضمن لهم الأمن الغذاء العلاج والتعليم وخاصة في الدول المتخلفة التي تعاني من الحروب يعني مش غير الأطفال بالصح هما الأطفال والنساء مع بعض بالصح هما يقدموا خدمتهم أعيد النشاطات تقدم هاتين المنظمتين نشاطات لفئة الأطفال بالدرجة الأولى هما اللولين حيث تضمن لهم الأمن الغذاء الغذاء العلاج والتعليم وخاصة في الدول المتخلفة التي تعاني من الحروب وعيد الوضعية التعليمية الثانية دور المنظمات الإقليمية والدولية شفنا عليهم مثال اللي هي اليونيساف واليونيسكو اليونيساف واليونيسكو أعطونا منظمة اليونيساف ومنظمة اليونيسكو كمثال إذن منظمة اليونيساف المنظمة العالمية لحماية الطفولة والأمومة المنظمة العالمية لحماية الطفولة والأمومة تأسيسها تأسست في 5 ديسمبر 1946 مقرها نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عندنا المنظمة الثانية هي المنظمة اليونيسكو منظمة اليونيسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تأسيسها تأسست في 11 سبتمبر 1946 ميلادي مقرها باريس وفرنسا مقرها باريس وفرنسا عندنا النشاطات التي تكون بهم هذه المنظمة ملا هاتين المنظمتين تقدم هاتين المنظمتين نشاطات لفئة الأطفال بالدرجة الأولى حيث تضمن لهم الأمن الغذاء العلاج التعليم وخاصة في الدول المتخلفة التي تعاني من الحروب هذا هو الفيديو الثاني اللي شفنا فيه دور المنظمات الإقليمية دور المنظمات الإقليمية والدولية أعطينا مثال عن المنظمتين العالميتين والدوليتين اليونيسكو الشعار تحهم لازم تكونوا حافظينهم لأنه قدر في سؤال في امتحان يدي لكم صورة الشعار يقول لكم شي هو هات الشعار لمن واسم المؤسسة ولا المنظمات تعه وكتهس أست وشي هو مقرها وشي هو دورها سما هات الشعارين لازم تحاولوا تحفظوا شكلهم بصيفة كبيرة لأنه ممكن يجيكم سؤال عليهم كما قلت لكم يرسم لكم يطبع لكم الشعار ولا شعارين معا يقول لكم اسم هات المنظمتين وكتهت أسته وشي هو رمزهم لازم تكون حافظ حتى الرمز هذا تاع يواني سي آف لازم تكون حافظها ولا يواني أس سي آف لازم تكون حافظها قادر يعطيكم الشعار هذا ويقول لكم وشي يعني وهذا الشعار يقول لكم وشي يعطيكم هذا الشعارين هذا ويقول لكم وشي هو هذا انت تعرفها باللي هذي منصفة منصفة هي منظمة اليونيسكو عفوا هي منظمة اليونيسكو سما هذا لازم مدام اعطوهنا كمثالين لازم نحفظهم مباشرة تحفظوا سنة التأسيس المقر والهدف من إنشاءها وبالإضافة إلى الشعار بهذا القدر هذا نهينا الوضعية التعليمية الثانية الخاصة بالميدان الثالث مادة تربية مدنية السنة الثالثة متوسط نتمنى إن شاء الله نكون في تكم نتلاقوا في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم